قبل عامين لم يكن لهذه المدينة أن تتنفس ولا جدرانها التي توارت عنها الشمس أيضا غابت الدولة وحضرت مدونها من أشكال ومظاهر ملشنة الواقع وفرض القوة كما يقال سقطت رؤية الميليشياء ولم تصدق في سيطرتها على الجوف وتوهماتها في البقاء طويلا أو هكذا يذكرون التاريخ الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول 2015 التاريخ الذي عادت فيك الجوف من جديد إلى حضن الدولة وأعلن الجيش الوطني تحرير عاصمتك من قبضة الميليشيا التي أوقفت حركة الحياة وبددت عنوينك في هذه المدينة عادت المقاومة والجيش الوطني إلى هذه المدينة في الثامن عشر من ديسمبر 2015 فعادت الحياة وعاد السوق وعاد المواطن عملية عسكرية واسعة نفدتها وحدات مختلفة من الجيش الوطني والمقاومة بدءا بتحرير مركز المحافظة وصولا إلى تحرير الغيل والمسلوب ومناطق أخرى كانت تحت سطوة جائحات الميليشيا بيد أن الأمر لم يتوقف عند هذا القدر من التحرك العسكري المتصاعد غرب المحافظة إذ سارعت قيادات الجيش الوطني لفتح جبهات عدة أكثر احتداما مع الميليشيا في الجبهة الشرقية منها باعتبارها البوابة الجنوبية لمعقل الميليشيا في صعبة أو كما تقول الأهمية الاستنتجية للجوف ثاني أكبر محافظة في البلاد من حيث المساحة هذه الانتصارات أعطتنا معنوية كبيرة وسببت للعدو إرباك وأصبحت معنوياتهم منهارة في كل الجبهات إن شاء الله هذه الجبهة هي التي ستطعن العدو من الخاصرة وستجعله ينسحب من أمام معسكرات الخنجر وجبهات صبرين عامل من التحرير وعودة الحياة ولا تزال الجوفة تقاوم جائحة الميليشيا التي تستميت في معارك كرر وفر لاستعادة مواقعها التي خسرتها في الفترة الماضية في حين تبدو مؤشرات الحسم العسكري أكثر رواجا لا سيما بعد التقدمات العسكرية الأخيرة التي كان أخرها سيطرة قوات الجيش على مواقع الخلقة الواقعة شمال شرقي الخط الدولي الرابطي بين محافظة الجوف وصعدة بالتحام كل الجبهة ويعود شرعي لكل مكان من التحام جبهة البقع بجبهة اليتمى والأجاشر والتقال ألوية والتقال أبطال فيها وهذا يؤذن بن العز وجل بتحرير ما تبقى من مديريات الجوف انطلاقا إلى عمران وصعدة ليس وحده الوضع العسكري في الجوف من يشهد تطورا في مجريات أحداته فالتوجه المدني ومحاولة توفير الاحتياجات الخدمية للمواطنين يبدو الشغل الشاغل للسلطة المحلية وإن بشكل نسبي إذ تعيش المحافظة استقرارا أمنيا غير مسبوق لم تشهده على مدى عقود طويلة من الحكومات المتعاقبة على خد النحو تبدو عاصمة محافظة الجوف الذكرى الثانية لتحريرها من الميليشيا ووفق معطيات الواقع تبدو حركة الحياة طبيعية لا سيما وقد حضرت الدولة بأجهزتك الأمنية والخدمية التي ساعدت على استقرار المواطنين ووفرت احتياجاتكم على الجرادي قناة بلقيس الجوف اشتركوا في القناة